السلام عليكم ورحمة الله أهلاً أخوتي كيف نتوما؟ نتمنى تكونوا بخير اليوم إن شاء الله نتبرتج معكم عجينة سحرية بلا دلك بلا تمارا بلا توراق فقط بكيلو ديال الطحين نوجد سبعين حبة من المملحات بلاتو مشكل غزال كي حمر الوجه فقط بعجينة واحدة وبكيلو ديال الطحين رجنا سبعة ديال شكيلة مختلفة وكل شكل منو عشرة ديال حبت اتنا بلاتو غزال كي حمر الوجه اللي عجبته الفكرة يبقى معايا ويتبع الفيديو حتى نلخر بالنسبة للمقادير عادي نحتاجو نص كاز ديال الزيت وكاز ديال الماء وكاز ديال الحليب نص معلقة صغيرة ديال الملحة ومعلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلويات معلقة كبيرة der ملحة ومعلقة ديال الملحة نضيف فطحين نضيف فطحين نضيف فطحين نضيف فطحين نقوم بماء قاسح نضيف فطحين كما نضيف فطحين نضيف الق storms نضيف السباة نضيف فطحين نضيف فطحن نضيفه أول شكل هو الخبيزة الميني صندويش نحاول نخرج منهم 11 كوورات صغار كما تشاهدون في الصورة يكونوا قط قد يبغى العبار تقريبا يجي فيهم 1-30 جرام تقريبا أنا غير عيني ميزاني خرجت 11 كوورات نحاول نروليهم يبغى يخليهم دي صندويش مدوري على شكل دائري لأنه أنا أصلا اعمل أشكال أخرى مدورة فارتاعت أنني نخلي هاد الميني صندويش يكون شكل دياله بيضاوي سوف يحطتهم في الصينية ولا في بلاتو ديال الفران اللي عليها ورق الزبدة سوف نخليهم يختامروا ويأخذوا رحتهم مزيان تيبضاعف الحجم دياله أنا أخذ العجين واحد طريف ديال العجين آخر هذا العجين ديال نرى من بعد كل كورة من ذلك الكورات اللي شفتو قسمتو على ثلاثة ديال الكورات واللي شاط واللي عندي نخدم به الشكل السابع في الأخر ثلاثة ديال الأشكال يعني ثلاثة ديال الطريفات من كل كورة يعني هنا ستتشكيلت يعني الشيطة اللي عط شكلنا من ذاك العجين هو اللي عندي نخدم به الشكل السابع أنا غي بغيت نقول لكم في الأول باشي لا بغيتوا تقسموا العجين قد قد باش يطلع لكم ذاك الشيء هو هاداك الشكل الثاني شاء الله اللي عادي نصيبوه ديال هاد المملحات هو الكورني عادي نحتاجوا فيه فقط القوالب ديال الكورني عادي ناخدوه الشريط الأول كما شفتوا في الصورة و عادي نحاولو ندورو ذاك الأشريطة شوية بشوية على ذاك الكورني بلا ما تدهنوه بلاوالو وتحطوه في الصينية ديال كوم ديال الفران كذلك تهو باش ياخد الوقت دياله ويختامر ويضاعف له الحجم دياله خدينا على الطرف ديال العاجين الثاني و بدينا اطلقناهم زيان يكون رقيق و بدينا نقطعوه دوائر كما كتشوفوه بالنسبة للشكل الثالث ليهوما خبيزة ديال الشاوارما او لا ميني شاوارما اللي كي يجو بريم ذاك المقبطات كي يجو الشكل دياله متهوه غزال وراقي ومزيون كذلك اخدينا العاجين عود مرة أخرى وطلقناه مزيان وقطعنا كما كنت ترى دوائر بالنسبة للشكل الرابع اللي هو الميني بيزا ديالنا وحطينا في السينية ديالنا باش نطيبوه حتى هو ونشوكوه ونطيبوه نسطياب من بعد ما وجدنا شكيلات الاخرين دابع وثانيا نتلقو العاجين الخامس وعادي نصيبو به الكويورات كما كتشوفو ديال البطبوط ديال البطبوط وخلينا العجين غليط شي شوية باش يختامرنا مزيان ويجينا ذاك البطبوط غليط شي شوية ومزيون خدينا الكوارا السادسة اللي وصلنا ليها واللي واللي عنصيبو بها اللي شوصون ديالنا كما كتشوفو تلقناها مزيان ما تكون شرقيقة بزاف وحطينا فيها الفروماج اي نوع الفروماج اللي عندكم انا كان عندي كيري قطعته في النص وزيدت واحد شوية ديال السحتر وبديت كنشود هاد الشوصون ديالنا بطريقة العادية بوحد الفرشت كنشود الجوانب وكنحطوه في صينية ديال الفرن طبعا لي محطوط فيها ورق الزبدة هذا هو الطرف ديال العاجين الاخير اللي بقالية عادي نصيب به الشكل الاخير ولي هو السابع اللي كي يجي باللدان تفيمي او اللانشون او المورتادلة اللي حاضر عندكم في الدار أنا كان عندي لدان تفيمي فقطعته كما كتشوفو ديموغسو صغار وحاولت نرول عليه العاجين بهذه الطريقة ومن بعد كنقطعه الجوانب كنحيدو ذاك العاجين اللي شايت عندنا في الجوانب وكننقطعه بهذه الطريقة على شكل اصابع ونحطوه في صينية ديال الفرن ديالنا باش ندخلوه للفرن بعد ما يضاعف الحجم ديالوته هو ويختامر كما كتشوفو في الصورة صافي عادي ناخد واحد البيضاء ومعها واحد القطارات ديال الخل الابيض وعادي نخلطهم زيان ونطربهم بالفرن باش نبدأ ندهن بيهم هاد المملحات ديالنا كما كتشوفو هادا دهنت الواجهة ديالو بالبيض ورشيت عليه شوية ديال بافو هادا الخبيزات ديال الميني ساندويش عادي ندهنهم كذلك بالبيض وعادي نحاول نرشع لهم وحتوية ديال زنجلان ولي حاضر عندكم اي نوع ديال الزرارا عليك يعجبكم اي نوع ديال زرار عليك يعجبكم يمكنكم رجوكو بيهم الفرق كذلك اختيت هاد الهاد الاخذ المشاوه الديال الاسميج ديالو ديالو للكورنة ديالنا هادا اصفيد ذاتهم بالبيض ورشيت اليوم شوية ديال البافو واخديت هذه كل الخبيزات ديالو لبيضا وشكيتهم بالفرشة باش ميت تنفخوش نضيفه في المقلات الخبيزة الميني شوارما نضيفه في المقلات الخبيزة يجب عليهم وضيفهم 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 في المقلات الخبيزة في المقلات الخبيزة وضيفهم في المقلات الخبيزة في المقلات الخبيزة وضيفهم في المقلات الخبيزة لا يزعلون تقديم بشيء من حلوق القوالب وخبز نظيفه الخبيزة والقليات الخبز سوف يجب عليهم في مقلات الخبيزة وضيفهم وحصلون على بعضلقات الخبيزة ونظيفهم في نفس الغالث الذي فعلت يجب أن يكون الطيب خفيف صافي هم الخبيثة الميني صندويش يوجد غزلانته من الداخل يوجد حمق فنين وكما ترى خرجوا لي عشرة 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 من كل شكل وكما ترى العجين وكما ترى عشرة عشرة وكما ترى عشرة عشرة وكما ترى في الصور سبعة الحشوات مختلفة وحدة وحدة وكما ترى عشرة عشرة وكما ترى عشرة وكما ترى عشرة لا تنسوا أن تتبعوا معي الفيديو الذي يأتي إن شاء الله بحول الله شكرا للتتبع وأنا أتمنى أن نكون طويلة لكم وإلى فيديو قادم بإذن الله